ختي خواتتي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم دائما عد راحيم قناة الجالية العربية عنا لكم مواضع مهمة ومفيدة وخصوصا للناس العالقين في المغرب سواء الجالية المغربية المقيمة في إيطاليا أو الجالية المغربية المقيمة في أوروبا عامة أول شيء سنتحدث عن الناس الذين يريدون أن يراجعوا إلى إيطاليا ولو فعلهم البرميسو ولو فعلهم البرمي ولو فعلهم أي شيء راحنا لكم اليوم خبر صار راح تم تمديد انتهاء الصلاحية ديال البرميسو والبرمي وغادي نقول لكم إمتى ابقوا معنا كذلك غادي نعطيكم وحد الخبر صار تاني بخصوص الرحلة الستنائية راح زادوا واحد الرحلة واحدة فقط دائما عن طريق الإسكار كذلك عنا لكم مجموعة من الموادع المتفرقة اللي غادي نحاولو نشرحوه للإخوان جميعا لهذا ما تمشوش بعيد بعد الفاصل سنواسل أول شيء غادي نتكلمو عليه هو القرار اللي جاء من طرف الصفارة الإطارية بالمغرب يعني وهذا راح داروا إعلان قبل من هذا الإعلان اللي دار البارح في الليل يعني أنا شفته نهار 27 راح كانوا داروا إعلان تاني نهار 22 وما داروا حتى شي رحلة يعني ما تعولوش عليه مية في المية راح دائما غاقدروا يدروا الرحلة هم علاش يقولوها بالعاني يعني باش الناس كلهم يبقوا قاسين في الكمبيوتر ومقابلين باش ذلك الرحلة هم يققعواها في 5 دقائق أو 10 دقائق وبقوا مرتاحين يعني هذي ماشي طريقة دي التعامل ماشي هذية طريقة باش يرجعوا الناس كما ديرين مجموعة من الصفارات الأخرى لكن اللي غادي نقول لكم أنا دخلت مباشرة يعني من غير هذي القرار والإعلان اللي قالوا واللي نصروا مجموعة دي الإخوان مشكورين ولكن أنا لا أرى فيه أي شيء جديد يعني هذا عادي راح كانوا داروا أصلا قبل من نهار 22 وما داروا حتى شي رحلة من غير رحلة اللي كانت نهار 21 و27 لكن بخصوص الناس اللي بغوا رجعوا إلى إيطاليا راح دائما من المغرب تنتكلموا على من المغرب راح دائما كي نفس القرارات اللي كانوا تطلبوا دائما أنك تدير طمبوني دي الأنف وكذلك تدير يعني الحزر الصحي عصريا لكن مش هذا ماشي هذا هو الموضوع اللي أنا بغي نتكلم عليه واللي مهم بالنسبة للإخوان والأخوات أول حاجة يعني قبل من وردكم أنا حبيت غير ندخل هذي الموقع اللي شفتوا دائما خصوص تبقى دير للجورنامين وكذلك التحديث وتسنى ربما يكون عندك الحظ ربما لا دائما تدير هنا سلو أنضاثة وتدير سلو أنضاثة وكما تقول لكم دائما وهنا تختار يا إما روما يا إما ماليبنسا هنا ما تقول لك؟ تقول لك برل فولو ذي أنضاثة ونفصون ودارتي ديسبونيب يعني لا يحتاج رحلة ديسبونيب يعني يجب أن تبقى متبع ممكن نحن ندب اليوم ثلاثين ساربعة ممكن تكون مع الساعة الثلاثة مع الربعة مع الخمسة يعني أنت ما تديرتش حاجة تقابل غير ذلك الرحلة أو خلي شي واحد لكن أنا غدا أعطيكم لأسهل رحلة الاستثنائية اللي كينين أسهل راحة كينة مع الخطوط التركية كما قلت لكم قبل كانت نهار 29 ونهار 6 ونهار 8 فقط ده بز هدو رحلة أخرى استثنائية وراها التمنذية لا مازال الخيس يعني بعض المرات هذه نصيحة نقولها لكم بعض المرات ماليسة الدخول لنتائها تتقلب تتلقى 8 600 أورو تتقول باللاتي بعد 10 دقيق سنعود نقلب تتلقاها 700 قد ما زيتين تا تتقلب تتبحث تتلقى زادوها علاش هذا غدي نوريكم ركيين واحد الخدعة يعني هذا برنامج تستعملوه شركات الرحلات اشنا هو هذا ديروها هاد الخدعة باش دائما تبقى وتقطعوه بتما نرخيص انت مثلا الى دخلتي للموقع سواء خطوط تركية ولا اي خطوط اخرى راملت الدخول تبغي تقطع الى عودتي في نفس البراوسر يعني مثلا درتي جوجل كروم وفتحتي وعودتي درتي يعني من بعد 10 دقيق هما لان تبقى مسجل عندهم تتسموها الحاجة ليكوكي هذوك ليكوكي اللي تبقى مسجلين تعرفوك من لك انت رك بغيت تقطع ملهاف على التقطيع يعني تبقى مسجل وحتى هذوك الرحلات كما تديروا بجميع الخطوط يعني في كل 5 يعني تحطوا مثلا 10 دير رحلات تدروا لهم 600 اورو ولو انهم ما قطعوش ملتي تسيبوا كثير من عشرة الاشخاص اللي بيحثوا في هذه الرحلة تزيدوا اوتوماتيكيا يعني هذا واحد البرنامج خاص يعني دايرينه انت اين خصدير خصدير تحايل اين هو التحايل غادي تفتح مثلا البراوسر كروم غادي تشوف في ذلك الرحلة ستاب 600 اورو تسنى واحد لعشرة دقائق ربع ساعة ولا خمسة دقائق وفتحها في براوسر ثاني في مثلا انترنت اكسبلورر علش تم ما غاديش يعرفو يعني ما غاديش يشدوك بأنك انت هو هذك الشخص او افتحها انتا في يعني هذك في صفحة كما تقولون يا انكنيتو يعني تتجي هنا ثلاثة نقاط وتتجي هنا تتقول هنا النوبة في ناستران نفيكاسيوني انكنيتو يعني غير معروف وهنايا غادي قدروا ما يعرفوكش وغادي تلقى التمل الحقيقي لأن هذي بالتجريب انا واحد شخص يعني صاحبي شفت ليه مرة اللولة القيناها بربعمية وتمانين المرة الثانية القيناها بستمائة اورو من اللي خليتهم جيت درت هذا الشي اللي قلت لكم القيتها بربعمية وتمانين اورو بعد ما وصل واحد الالف ومئتين إلا بقيت تفتح دائما في جوجل هذه غير واحد النقطة بغير نشرح لإخوان الأخوات حاجة أخرى الناس اللي كانوا تقولوا لكم بأن الخطوط الفرنسية والخطوط الإسبانية غادي دير رحلات عن طريق ليسكال راح مكيج كينين رحلات وأنا سأخبر لكم بشوفها مباشرة يعني ماشي بالكلام دخلنا الخطوط الفرنسية تجي هنا تدير كازابلانكا وتجي هنا تدير روما مثلا أنا تدير روما ممكن دير أي مكان تاني أشي يقول لك تقول كودي أوكي دخل لنا أشمل نهار بغيتي أنا يعني عنوى درت ليهم على أساس بغاية نهار 5 ماي يعني ما زال حال الطوارئ في المغرب يعني ما زال ساعدين الرحلات إلى حدود نهار 21 ماي سأخبر ريت شارك يعني شارك لوفول سأخبر هنا ما سيعطيني ثم تعرفوا يعني هذا الكلام ما سنقول لكم ما سنعود لكم من نرى لا يعني أنا لا 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 ساعد إخوان والأخوات وعندي الآزر معهم في وجه الله هنا هاتم ستشوفوا نهار 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 إلى حدود نهار 21 ما كنت رحلة هنا هي أول رحلة لكن نهار 22 يعني إذا دخلنا خطوط المالكية المغربية نمس الشيء دخلنا لأي خطوط في العالم سيعتوك بأن الرحالات من المغرب إلى هذه الدول عن طريق الإسكان مفتوحين ولكن هذو رح مفتوحين على أساس لأن المغرب دير الإعلان بأنه ساد حالة طوارئ إلى يوم 21 ماي يعني هذو لا يعتبرون رحلات استدنائية هذا غير تصحيح لبعض المعلومات التي شفت عن بعض الإخوان ديرنا في القنوات هذو لا يعتبرون رحلات استدنائية هذو رحلات عادية بعد فتح الحدود أو فتح إلغاء الرحلات من المغرب إلى هذه الدول ولكن إذا قطعت رحلات نصحكم لا تقطع لا مع إيبيريا لا مع أير فرانس لا مع خطوط ملكية لا مع العربية إلا 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 كنتي تقطع معهم و تجدد يعني تبدل الرحلة هذه لم تكن شي مشكلة يعني التمديد أما إلا كنتي تقطع جديد لا تقطع رهل حاليا لحدود اليوم 30 أبريل إلى حدود ساعة 12 زوالا أنا نتكلم لكم 12 زوالا راهل اللي كين هو الخطوط التركية وهو هنا يعني غاد نحاول ندير لكم يعني التحديث دابا غاد نجيو وغاد نديرو يعني هنا دائما كازابلانكا سي أم أن وغاد نديرو أنا تندير أفسي وغاد ندير سواحد الإخوان كان طلبوا لي على حساب النام ساوى على حساب غاد نوري لكم إن شاء الله في هذا الفيديو بإذن الله ونحاول كما يكون شيء طويل هنا غاد نجيو نديرو نفس الشيء اللي يدرنا في دير ليرفرانس نحن غاد نديرو نهار الخمسة دائما نصول علي يعني صول لاندادا غير لالي فقط يعني هنا غاد ندير نهار خمسة غاد نديرو بحث هنا ما تخرج لي هنا ها هو ما خرجت الرحلة 630 أورو نهار ها هو ما قلت لكم من قبل وكينا نهار 8 بـ 1257 أورو شوف ها هو هنا غاد نزيد أمام كينا رحلة أخرى اللي زادوا ما كانش من قبل هي نهار 13 هادي هادي دائرة 468 يعني تنسح الإخوان اللي بغا يمشي بلسكال ورا كينا الإخوان مشكورين اللي كانوا مشاو ورا كتبو لي في القناة يعني في التعليقات بأنهم رحلوا عن طريق الإسكال ووصلوا إلى يعني واحد الأخ قال ي إلى ميلانو وكينا إخوان أخرين وتنتمنى الناس اللي يمشي عن طريق الإسكال يعني هذا غير آجر منكم كتبو رسلو في القناة ما غادي تخسروا راه تدال على الخير كفاعله الناس اللي بغا يمشي واللي قادر يمشي اللي ما عندوش دراري واللي ما عندوش هذا واللي عندو واحد الإرجان سوى ضرورة راه يمشي ماشي غير الإيطاليا لمجموعة من الدول أوروبية هنا مثلا إيطاليا زادوا هذه الرحلة 468 أورو هنا كما تنقول لكم دائما هذه رحلة ها هي كينا تتمشي يعني سواء دائما رحلة واحدة من المغرب لتركيا كينا ها هي تتمشي مع السبعة دي الصباح وكينا رحلة أخرى يعني غتوصل للمطار دي الروم مع العشرق وكينا رحلة تتخرج مع الربعة دي العشية من إسطنبول وتتوصل حتى الساء دي العشية لروم كذلك ركينين حتى دي الميلانو يعني هنا ها هي 468 وهنا من أجل الربح الوقت ما بغيش نبدأ لكم دائما لكل مدينة سنعطيكم دبا هذه من كازابلانكا الميلانو ميلانو بقى زايدين نهار 727 ونهار 8 1110 وهنا سيكون زيادة لأن دي ما تدخل في الموقع في نفس البراوسر يعني دي ما سيزيد وانتم دخلوا الروس يعني بالطريقة التي قلت لكم هنا نهار 13 468 ولكن تعرفوا رحلة واحدة لأوروبا كاملة رحية هذي وراها طائرة كبيرة وباش تعرفوها كبيرة أنا قد نوري لكم هنا ماشي الطائرة الصغيرة التي تتمشون فيها العادية هذه طائرة كبيرة يعني فيها ثلاثة صفوفة وكل صف فيها ثلاثة الأشخاص الطائرة الكبار التي تتمشون مسافة بعيدة علش باش تحمل أكبر عدد ممكن من الناس وهنا كما قلت لكم هنا ميلانو 468 تضغط على الرحلة وتجي هنا تحت وتتلقى يعني كل المعلومات التي تريد تعرف يعني نفس الشيء هذه رحلة 468 يعني ستمشي كما تشوف من 3 قسمين حتى العشر لاروبا ديال الليل تتوصل وهنا يعني ما عندك بزاف عندك الانتظار 10 ساعات يعني في المطار وغدت تركب طيارة تقلع مع 57 يعني يبدأ الإجراءات مع 44 ونص وغدت توصل مع العشر اللاروب إلى مطار ميلانو بإذن الله بالنسبة للناس اللي كان يسولوني على فيينا يعني النامسا هنا رحلات 8 أقل ضرر من إيطاليا نهار 6 497 أورو نهار 8 478 دائما بالإسكار لا يوجد رحلات مباشرة لحد الساعة وكينا الرحلة الأخرى دائما ستكون نهار 13 لدائرة 360 أورو هذا إلى فيينا الناس اللي حاصلين وأنصح الناس من الأحسن اللي خاص يرجع في هذه الرحلات الاستثنائية لأنه تمديد الظن وأشك بأن رغال يكون تمديد والله أعلم هذا رأيي شخصي لماذا يحكم هذا المتغير الذي يكون بديل الهند وهذا الإغلاق الذي يكون مع الهند وسيرلانكا والبانغلاديش والمتغير الذي يكون في البرازيل ويقول على حسب كلام الأطباء هنا في إيطاليا وفي أوروبا بأن ستكون موجة رابعة الناس يخذوا الاحتياطات وما يبقوا ناسين ولكن هذا لا يعني دائما إذا لقيت أي رحلة استثنائية يقطع لا تسنى تقول بالله من بعد وكذا يمكن أن يقضع ويقضع ويرجع في حاله إلا إذا لا لديك مشكلة سعيد أن يتلقى رحلة براحتك بالنسبة للأخوان والأخوات التي كتبوا لي وتسولوني على تركيا راح كين الرحلة لتركيا ولو أن التركيا غالقين مع الحدود ولكن تسمى غير رحلة استثنائية وهذه الرحلة الاستثنائية لا يوجد سياحة لا يوجد سياحة وهذا الثامن نرى أغلى من الباقي 794 نهار 6 و934 أورو نهار 8 وكذلك نهار 13 الثامن والرخيص 399 ولكن ليس للرحلات السياحية غير الناس الذين لديهم الإقامة ولا الذين الذين مزوجين وعند سكن يعني عندهم إقامة في تركيا أو عندهم عامل في تركيا قانوني هذا هما الناس لديهم الحق يمشي أما هما أصلا هذه الرحلة الستثنائية ديرينهم على أساس الناس في أوروبا وهنا كما تشوف هذين رحلات مثلا من كازابلانكا لأمستردام نهار الخميس يعني نهار الساق وشوف الأتمين اللي ديرين وليس تعرف هذين يعني كينين هي دائما رحلة واحدة من المغرب لتركيا وكينين تلات هذه الرحلات يعني مع الصباح مع الزوال وفي العشياء الناس اللي حاصل اللي بغا يمشي كذلك هنا كما تشوف هذين 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 في ثلاثة الرحلات 577 نهار 6 1036 نهار 8 وكذلك نهار 13 8 هو 447 أورو يعني هذين هذين الرحلات أنا باش من ديرش نطورش الفيديو الناس اللي بغا يمشي لكل مدينة معليه إلا يدخل أنا غنحط لكم دائما الرابط المباشر ديال هذة الرحلات يعني ديال هذة الخطوط الجوية التركية ودخل ودير نتا يعني كضار بيضاء ودهب فين وغير تمشي نتا دير الوجه النهائية ما تدرش غادي الامستردام دير امستردام غادي بريكسل دير بريكسل غادي مادريد دير مادريد وكذلك ركينين كل المدن الاوروبية الكبيرة ركينين في هذة الرحلة الستنائية وحاجة أخرى اللي كنت قلت لكم على أساس باش نوريكم الطائرة الكبيرة هذا باش تفهم يعني باش تفهموا بأنه ماشي من طائرات صغار راه من الطائرات الكبيرة وهي غادي نوري لكم يعني غادي ندير بحل أنا مثلا غادي نقطع في هذة يعني في هذة الرحلة اوكي هنا الشلط البوستو هنا دول نوريكم غير طائرة شحال كبيرة يعني ماشي تعرفوا بأنها الطائرة اللي غادي نشوفها هنا كما تشوفوا شوفوا الطائرة يعني هذا ماشي الطائرة العادية اللي فيها غير جوج ديال الصفوف يعني كل صفي ثلاثة هذه طائرة كبيرة يعني نشوف الصف الأول فيه ثلاثة والصف الثاني ثلاثة والصف ثلاثة هذو من الطائرة الكبيرة اللي تتمشي يعني المسافات البعيدة وهنا هاي يعني عدد كبير ديال الناس هدى علاش ديرين ها يعني شوش حال المسافرين اللي غادي قدروا يمشيوا يعني هنا يعني نرا كين نسبة كبيرة ديال الناس اللي غادي قدروا يمشيوا وهات ما شوف الحل يعني 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 نرا ما شاء الله هرات تركب عدد كبير ديال الناس هدى علاش هم ديرين غير ثلاثة الرحلات شوف حل كبيرة إذن الناس اللي بغوا يمشيوا يعني أنصح الناس حاولوا تمشيوا اللي حاصلوا اللي عندوا أي مشكلة يجي في هذه الرحلة ترى ما فيهم احتش إشكالية لحد الساعة بشرط أن تكون عندك إقامة الناس اللي سولوني اللي عندهم تجمع العائلة رتاهم عندهم الحق يمشيوا مدام فيزا تجمع عائلة ما شي فيزا سياحة ما شي أي حاجة أخرى أنا سنتكلم على تجمع عائلة ولا فيزا حاجة مهمة بالناس اللي عندهم البرميسو وفاق يعني بطاقة الإقامة انتهت الصلاحية ديالها راه ما يمشوش في هذه ما نقدرش أنا نجزم لكم من الأحسن دائما تعيطوا للخطوط التركية من أجل التأكد ولكن اللي عندي به علم راه من اللي يكون عندك البرميسو يعني انتهت الصلاحية دياله وخ وغادي نشرح لكم راه تم التمديد بخصوص الناس ديال إيطاليا راه من الأحسن دائما إيطاليا تشترط بأن تكون رحلة مباشرة سواء الناس اللي عندهم الروسي يعني الوصل ريشي فوتا ولا الناس اللي عندهم البرميسو انتهت الصلاحية دياله ما تمشيوش عن طريق لسكال ديال تركيا إلا الناس اللي ما زال عندهم البرميسو يعني ما هو فيش الناس اللي عندهم باسبور حمار ولا الناس اللي عندهم إقامة منتهت الصلاحية دياله يمشيو عن طريق الإسكال أما الناس اللي عندهم وفالهم هدنا لكم خبر صار ومن الموقع الرسمي دائما كما تنعود كم هنا تندخلوا يعني هذا موقع حكومة الإيطالية هذا رأى خبر يالله ديرينو يالله حطوه غير اليوم 30 شهر ربعة ما زال ما شافوا احتشوه يالله غدي بدوبي هذا يعني تم تمديد ماشي غير البرميسو دي السجور وحتى البرمي حتى أشياء أخرى احنا اللي عندنا بغارة اللي غدي نشرح الناس وغدي نوري لكم حتى الباقي بالنسبة 2021 إلى 30 شهر سعود 2021 يعني ولو انتهت الصلاحية ديالله رأى بقى مقبولة هنا تنجون الناس البرميسو السجور البرميسو السجور انسكادنسا انترو 30 أبريلي سونو برورو قادي 31 لوليو يعني تم تمديد الصلاحية إلى 31 في شهر سبعة يعني غير بشوية عليكم مرتاحين الناس اللي وفو ينبرميسو كذلك الناس اللي عندهم الرشي وفوتات يعني رأى نفس الشي لأنه يسري عليك نفس الشي ولكن دائما حاولوا تجيو في رحلات ستنائية مباشرة ولا سخر الله وفتحوا بعد 21 ماي انطلبوا من الله سبحانه وتعالى رأى غادي الدخلوا في رحلة مباشرة بهذك الرحلات اللي كنتم قطعين فيهم غير هذا الخبر الانستغرام واللي بغايد دخول الانستغرام رأى تنجاوب الناس اللي بغايد شي حاجة اللي عنده ضرورية ورأى يرسله في الخاص رأى جالية راتينو عربية رأى نجاوبكم دائما ولو ترسل غير رسالة صوتية أو رسالة نصية ورأى نجاوبكم ان شاء الله بإذن الله وفي الاخير قبل ما نختم الحلقة سنعود رجع لكم الموقع نيوس لأنه هو اللي سيضير فيه دائما هذه الراحلات الستنائية هنا أنا عود تدخل تدري التحديد سنجي نشوف يعني غير باش نوصل لكم دابع حناش حال 12 طول يعني هنا قازابلانكا سنختار سواء ميلانو ما زال نفس الشيء بالفولو دي انضاذا كذلك بالنسبة الراحلات روما نفس الشيء إذن الإخوان والأخوات دائما حاولوا يا إما جاءوا عن طريق هذه الرحلات الاستثنائية التي ينذبها أو استثنوا لحدود ما تطلق هذه الرحلات الاستثنائية الناس الذين كانوا مقلقين وكانوا ترسلوا وكتبوا مخلوعين بخصوص البرميس التي انتهت الصلاحية دياله الحمد لله تم التمديد إلى 31 يوليو ما عندكم أي مشكلة وما تنسوناش بالضغط على زر اشتراك وتفعيل جرس وبارتاجوا الفيديو مع الإخوان والأخوات ديالكم باش تعمل فائدة لجميع وتنتمنوا من الله سبحانه وتعالى أنه يقدرنا ونساعدوا جميع الإخوان والأخوات ديالنا وجميع الجالية المغربية أنها ترجع لبلدان لإقامة ديالها بأمن وسلام الناس اللي كانوا قالوا لي أبغى يمشيوا من أوروبا إلى المغرب راه ما كينش لحد الساعة خسكم تسن نهار 21 يعني على الأقل قبل من نهار 19 ولا نهار 20 ماي عادة الحكومة المغربية غادي تحط شي قرار ونشوفوا أشنه هو القرار ونتمنوا أنه تكون قرارات يعني بفتح بعد ما كل هاتش اللي كنا شفنا من قبل وتنتمنوا الله سبحانه وتعالى أنه يعطيكم الصحة والسلامة وفي هذا العصر إن شاء الله ستكون العصر الأواخر دي الرمضان اللي يقبل في هذا العصر لجميع الإخوان والأخوات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته